اشتركوا في القناة هذا الفيديو موجه لكل الاشخاص الذين يعيشون في وضع غير نظام ويريدون الحصول على اوراق الاقامة على سبيل المثال هناك الكثير من الناس الذين يعيشون مثل المهاجرين غير الشرعيين في دول مثل بلجيكا وفرنسا والمانيا وهولندا وغيرها لكننا نعلم جميعا في هذه البلدان انه يكاد يكون من المستحيل الحصول على الاوراق بمعنى اخر من الصعب جدا الحصول على اوراق الاقامة الخيارات بعيدة جدا احدهما عن طريق الزواج ولكن هذا الخيار صعب للغاية لانه مكلف ناهيك عن انه غير قانوني ومحفوف بالمخاطر ولهذا انصحكم بالذهاب الى احدى هاتين الدولتين حيث يمكنكم الحصول على الاوراق طبعا مع مراعاة شروط معينة هذين البلدين حيث لا يزال بامكانك الحصول على الاوراق هما اسبانيا والبرتغال ولكل دولة مميزاتها وعيوبها لكن ما يهمنا هنا هو ان الشخص يستطيع الحصول على اوراقه القانونية ما تستلزمه حرية الحركة في اوروبا السفر الى بلدك الاصلي بين البلدين انصحكم باسبانيا لان قوانينها ابسط من قوانين البرتغال على سبيل المثال في اسبانيا بموجب القانون الجديد يكفي العيش لمدة عامين لتطبيق قانون الجذور للتكوين ما يسمى باريجو برالا فورماسيون او ثلاث سنوات لتطبيق قانون الجذور الاجتماعية ما يسمى باريجو سوشيال في كلتا الحالتين من الضروري تقديم شهادة تسجيل توضح المدة التي تعيش فيها في اسبانيا اما لمعرفة كل الشروط لكل البلدان تفضلوا بزيارة صفحتنا على اليوتيوب ابو يوسف بلوغ حيث يوجد العديد من مقاطع الفيديو التي تشرح كل التفاصيل لكي لا نطيل الفيديو كما قلت لكم يمكن للاغلبية الحصول على الاقامة واوراق العمل من خلال اتباع النصائح الموجودة في مقاطع الفيديو الخاصة بنا انا اتحدث اليكم لانني اعرف شخصيا العديد من الاشخاص الذين حصلوا على الاوراق بهذه الطريقة مشاهدين الكرام لقد وصلنا الى نهاية الفيديو لا تنسوا دعم القناة والى للقاء الى حلقة قادمة ان شاء الله